بسم الله الرحمن الرحيم ماذا صنع كورونا؟ لعل علينا أن نعيد صياغة السؤال بشكل أوضح ماذا صنع تهديد الموت؟ تهديد أصاب الجميع بصدمة؟ استيقظنا فجأة لنرى انقلاب لكل الموازين ما قيمة كل ما ظللت أعد له طيلة حياتي منزلي ومالي العدة للمستقبل لا شيء بطبيعة الحال يموت أمامنا كل يوم بشر ولكن اليوم الموت يهدد الجميع ثم ينتقل بعض بلا معايير ثابتة له حساباته الخاصة لا يرى مناصب ولا يحاب لأحد إن الأمر لمن يرى بقلبه رسالة سماوية عظيمة لعل القلوب النقية تعي الرسالة وهنيئاً لمنوع الرسالة رسالة ربه وعلم أن الأمور ليست كما تبدو في مظهرها اليوم وقف أغلب قاضات العالم يفوضون الأمر لله منهم من بكى ومنهم من حزره ولكن الجميع أعلن عن ضعفه وطلب العون من ربه لعلنا اليوم نبحث عن سفينة نوح بلا جدوى ترى أين سفينة نوح؟ ترى هل ركبها بعض البشر؟ لعل منا بشر مطمئنون لعلهم قد سيرعوا لركوب سفينة نوح فهم الآن في مأمن لا يأبهون بما أو بكل ما يجرى سيأتي عليهم الطفان ويمضي تاركاً أو تاركهم كما كانوا وأيضاً هناك من قصد قلوبهم فلا هم يرون الطفان ولا هم بحاجة لسفينة نوح فابتعدوا ورفضوا لسماع الرسائل السماوية جميعها وهناك الغارقون أو من الغارقون مؤمنون أو مخالفون فهم عند الله مسواهم والله يحكم بينه لا شأن لنا إلى الله مرجعهم ولكن على كل حال هم قدموا أرواحهم لتقديم رسالة لنا وعلينا أن نحن نتسلم هذه الرسالة ونتفاعل معها بقلوبنا وبعقولنا وبأرواحنا لعل لنا ملجأ وملجأ في هذا التوقيت لا مأمن إلا عند الله سبحانه وتعالى الأزمة أزمة حقيقية وجائحة لم تترك أي مكان في العالم وعشان كده بنقول جائحة هي ليست وباء دولي أو بعض الدول ولكن هي جائحة انتشر على مستوى العالم الأرقام اليومية التي ترصد عدد الحالات المصابة وعدد الوفيات التدابير والاحترازات التي تقوم بها الدول كل هذا تأكيد ودلالة واضحة على خطورة الموقف لا قيمة لحدود ولا لفواصل جغرافية لا قيمة لأحدث وسائل تكنولوجيا النقر كنا من نتصابق لمن يستطيع ابتكار أحدث الطائرات والقطارات ونتنافس في قطع المسافات في أقل وقت اليوم هناك خطر لا يروى بالعين المجردة يقطع كل هذه المسافات في ثواني معدودة يلازم البشر وهو متخفي لا يظهر إلا بعد فوات الأوان وهنا لازم يبقى لنا وقفة مهمة جدا لا يظهر خطر هذا الفيروس إلا بعد فوات الأوان بمعنى الهدف أن نحن نبعد عن الإصابة لأن الإصابة بتحدث وتنيهها بأيام أو بأسابيع الأعراض الخطيرة التي لا يمكن تداركها يبقى من باب أولى أن نحن نلزم دارنا نلزم بيوتنا كل التوصيات اللي قالها أطباء العالم وعلماء الفيروسات تنحصل فيه جزئية مهمة جدا وهي الوقاية خير من العلاج والوقاية في هذا التوقيت هي الحجر الصحي والحجر الصحي يجب أن يطبق ليس على المريض فقط ولكن يطبق على المواطن على الإنسان وتبتدي بنفسك ابتدي بنفسك ابتدي بنفسي النهاردة كل فرد مسؤول عن المجتمع كامل لأن العدوى بتنتشر بسرعة كبيرة جدا من ضمن التصرحات اللي قالتها دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية أن الوضع تحت السيطرة إلى أن نصل إلى الرقم ألف من الإصابة وده ليه معنى مهم لازم كلنا يبقى عارفينه أن لكل دولة إمكانيات وبالرغم من الإمكانيات المتوفرة في مصر لأننا في الطبيعة كنا بنعاني وهناك جهود كبيرة من الدولة عشان نطور نظام الصح وعشان نزود عدد الأسرة وإن إحنا يكون عندنا إمكانيات أجهزة تنفذ صناعي وعناية مركزة النهاردة لما يكون في تزايد لهذه الأعداد هتنقي تعالج مين هتختار من ما بين عشر أفراد فرض وعلى أي أساس هيتم هذا الاختيار علشان توفر له رعاية طبية قرارات مجلس الوزراء هي قرارات يجب أن تحترم وأن تطبق وأن تنفذ بدقة وعلى فكرة لو قدرنا نزود عليها من عندنا نحاول أنا من خلال المتابعة شايف أن فيه التزام في الشرع المصري ولكن أتمنى أن يمتد هذا الالتزام إلى كل القرى المصرية والمحافظات المصرية وأيضا إلى الأماكن الفقيرة المزدحمة لأنها أكثر عرضة وأكثر خطورة أنها تتعرض لهذه المشكلة لازم وإحنا بنتعامل مع هذه الأزمة يبقى عندنا وعي وإحنا بنتكلم في هذا التوقيت بعيد الكلام مرة تانية بصورة مختلفة على أن دي رسالة مهمة جدا لا يوجد علاج للفيروس ولا يوجد علاج لأي فيروس آخر بنتعامل معا من سنين طويلة أنت بتتعامل مع رفع مناعة جسم الإنسان وإنتاج لقاح الهدف منه أنه يحفز الجنس على إنتاج مضادات لهذه الفيروسات يعني جسم الإنسان هو اللي بيواجهه لسه ما توصلناش لهذا اللقاح والصراع القادم هو صراع دولي كنا بنسمع عن حروب عالمية وحروب باردة وقوات دولية بتحشد جيوشها على الحدود المختلفة حاملات للطائرات لكن النهاردة الحرب القادمة هتبقى على من يمتلك العلم على من يمتلك اللقاح أولا بنشوف دول عزمة النهاردة بتدخل رؤوس أموال كبيرة جدا من أجل البحث العلمي دول كبرى بتستقطب أكبر الشركات العالمية في إنتاج اللقاحات من أجل أن تحصل على اللقاح أولا أين البشرية من هذه الصراع؟ والغريب إن احنا ما بنتعلمش مش بتكلم على المواطن المصري أنا بتكلم على الإنسان أو على البشرية بالرغم من كل الجبروت والقوات التي ذكرتها ولكن نحن أيضا نستعد لحرب أخرى وهي حرب من يمتلك اللقاح المفروض يبقى الهدف هو إنقاذ البشرية المفروض يكون الهدف الحفاظ على حياة الإنسان لنرتقي حتى نعود مرة أخرى إلى الله سبحانه وتعالى إلزم دارك ده شعار المرحلة إلزم دارك هو الأمان لك ولأسرتك إلزم دارك هو أمان للمجتمع أنت مسؤول مسؤولية كاملة عن المجتمع مجرد نقل العدوى هو جريمة جريمة في بعض الأحيان اللي إحنا ما بتتخذش التدابير فيها فأنت بتعرض نفسك وغيرك للخطر إذا كنت مسؤول عن حماية نفسك فأنت أيضا مسؤول عن حماية المجتمع ما تكونش سبب في نشط وباء ما فيش شك إن العالم كله بيواجه واحدة من أكبر الأزمات ده الوقت اللي إحنا بنشوف فيه توحد في العالم المفروض بعيدا عن الكواليس وبعيدا عن السرعات الأخرى وبين الزعماء لكن العالم النهاردة بيتوحد فيه أزمة وفيه فيروس كورونا اللي بتواجه الحكومات ومنها الحكومة المصرية شأنها شأن العديد من الدول عن طريق اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات اللي فعلا بدأت من أسابية بدأت عند وقت الإعلان عن انتشار الفيروس ده كان على مستوى العالم والتعامل كان معاه بشكل جدي وكان فيه قرارات استباقية واحترازية في وقتها المناسب بناشهد كلنا أي واحد في الشرع المصر تكلمه عن قرارات رئاسة الوزراء يقولك لا كانت في وقتها فيه ناس كانت بتتكلم وبتنادي أين الحزر الحزر تم تطبيقه التزمه بيبقى يعني أنا كنت بشوف الناس بتقول الحزر من أول يوم تيجي وانت في الشارع على مواقع التواصل الاجتماعي يقولك لا ده لازم يكون فيه حزر الناس لازم تقعد في بيوته طب النهاردة الحزر خلاص الدولة فرضته وفيه عقوبات لمن يخالف هذه القرارات نلتزم لأن إحنا شايفين إزاي الدول القريبة مننا ما قدرتش إن هي تحد من تشار الوباء وموقفها دلوقتي إيه؟ موقفها في منتهى الحرج صحة وسلامة مواطنيها ما بقتش مهددة هي بقت مستهدفة بقت الناس دي بتستنى مين اللي عليه الدور دول كبرى الوضع فيها زي ما بقوله بالحرف هو ما بقاش مهدد هو ينتظر مين اللي عليه الدور مش بالإصابة بالوفاء والحمد لله الدولة المصرية حريصة جدا على تنفيذ للإجراءات الاستباقية وده بيكون وفق تطور حجم وانتشار الوباء في مصر وفيه خطة جاهزة لمواجهة التلات مراحل الأولى كانت الإجراءات الاحترازية والاستباقية المرحلة التانية كانت بتتعلق بالدراسة وتغفيد عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية وحظر الطيران ده بالإضافة لمختلف القرارات اللي تم الإعلان عنها هو إيه الهدف من القرارات دي في المقام الأول إنه نحافظ على سلامة وصحة المواطن المصري الدولة ما وضعتش في الحزبان أو في الاعتبار أي خسائر ممكنة اقتصادية دولة قالت هنتحملها فترة وهتعدي وده كله جاي تنفيذ لتوجهات السيد رئيس عب فتاح السيسي اللي بيتابع الموقف على مدار الساعة أنا بناشد المواطنين للمرة الألف نقلل الحركة بقدر الإمكان ما بين المحافظات وما بين المراكز والقرى والمدن ياريت نتجنب أي تحرك غير ضروري أو غير عاجل إحنا بنتمنى أنا نفسي ما نوصلش للمرحلة التالتة من انتشار الفيروس وزي ما قلت المرحلة دي اللي أعلنت عنها وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد إن عدد الإصابات يتخطى رقب الألف هتكون الأعداد فيه بقى متزايدة لأن هي تتبع متتالية رياضية بنشوف فيها تضاعف للأرقام سريع جدا مش عايزين استهتار لازم نكون على قد المسئولية على قدر من المسئولية ونحافظ على بلدنا ده صحة الإنسان حياة الإنسان من صحته صحتك بصرطك وطنك الرهان النهاردة على وعي المصريين الرهان النهاردة هنقدر نتغلب على هذا التحدي ولا لا ونسبة للعالم كله مدى وعينا ومدى تقدمنا كمواطن مصري حضارة سبع تلاف سنة نموذج وتاريخ عريق قدمنا علماء كتير جدا للعالم وحصلنا على جائزة نوبل في مختلف العلوم يا جماعة الموضوع محتاج مننا ان احنا نفكر كويس جدا محتاج مننا ان احنا نشغل عقلنا عايزين نحتفظ على هدوءنا نحافظ على هدوءنا لان طبيعة المؤمن ان هو لا يجزع المؤمن لا يجزع ولا يفزع مؤمنين بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ولكن في نفس الوقت ربنا قالك تدبر تفكر وربنا سبحانه وتعالى منحنا رخص كثيرة جدا في هذا التوقيت إلزم دارك من أجل أمنك وأمن أسرتك ومجتمع كامل في جهود بتقوم بها الدولة في هذا التوقيت بالنسبة لوعض الملفات اللي تعتبر حيوية واستراتيجية وانا الملف ده يعني عندي خجل شديد وانا بتكلم فيه في هذه الظروف انا بتكلم فيه على استحياء لأن صعب أن أنا أذكره بتكلم على جائحة قسمت ظهر الجبابرة فعلا فيروس قسم ظهر الجبابرة على وجه الأرض وتيجي تشوف الدولة ورئاسة الوزراء بتعلن السلح السلح الاستراتيجية متوفرة بتكفينا لتسع شهور قدام ما تقلقوش تطمنوا نفذوا القرارات علشان نحافظ على سلامة المواطن وامتاز تفوجأ هجوم على بعض السلح بغرض التخزين تشوف مظاهر أن أنا أضاعف في أسعار بعض السلح اللي ما كانش حد بيتعامل معاه متهرات موجودة ومنظفات لكن بنتعامل معاه بنسب حسب الاحتياج الاستخدامات اليومية زي زجاجة الكحول تركيز 70% اللي ما كانش حد بيسمع عنها أساسا ما حدش بيستخدمها بتستخدم فيه تركيب البرفانات تستخدم في بعض الأغراط الطبية فجأة ما بقتش موجودة وبعدها كام يوم انتشرت بعض العبوات ما عليهاش أي بيانات ما تعرفش دي معمولة فين متعبية عند مين لا هي زيزة وأصغر حجب وبأربع الأضعاف أربع أضعاف السعر ده إيه ده لا أهو ده كحول وده كويس سلع غذائية زي السكر وزي الأرز منافس وزارة الزراعة بتوفرها بأسعار متميزة جدا وعلى مستوى الجمهورية ومعالي الوزير الساد القصير بتابع الملف ده يوميا المعروض قد إيه والكميات المتاحة إيه اللي تسحب نقدر نوفر إيه تاني ده بالإضافة لكل السلع الغذائية على فكرة بأسعار متميزة وعندنا فروق منتشر على مستوى الجمهورية دي خطوة مهمة جدا لكن إن أنت تروح الأماكن دي بهدف إن أنت تشتري عشان تخزنه عشان تتاجر يا جماعة فين الوعي إحنا بنتكلم عن الدين الكتب السماوية كل الأديان السماوية بنتكلم على الأخلاق بنتكلم على الوطنية على الشرف وعلى النزاهة فين في وقت انت النهاردة لو بتتاجر بحياة المواطن ما هو دي ده معناها النهاردة أنا بتكلم على تدابير عشان أحمل مواطن من الموت إحنا يعتبر الإجراءات اللي شايفينها ومنها فرض حظر تجوال دي حالة حرب وأي إنسان تسول له نفسه أن يتلاعب بمقدرات المواطن المصري هو خيانة للوطن لأننا في حالة حرب انت خائن لوطنك عايز تكسب من إيه جنيه ولا تنين هتوفرهم ولا هتزودهم في سعر كيلو سكر أو رز عاوز تعمل صروة وتسيبها المين إذا كان في هذا التوقيت مش هتنفعك أي أموال بص وشوف أسرياء العالم وهم بيبحثوا عن علاج أغناء أغنياء العالم لن تنفعوا صروته أمام وباء أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة العلماء عاكفون إلى الآن على اختراع لقاح لم يثبت أو يتم تأكيد إن إحنا وصلنا للقاح على مستوى العالم والإعلان تم على إن بدأنا الاختبارات السريرية على الإنسان وده لسه هياخد فترة ومعنى إن إحنا بدأناها دلوقتي مبكرة إن إحنا ما قمناش بجزئية مهمة جدا إن إحنا نجربوا على الحيوان الأول وبعدين نبتدي نجربوا على الإنسان وفي متطوعين ابتدوا يتطوعوا هذه العملية وتم إجراء التجارب السريرية أو الأبحاث السريرية عليهم فأنت النهاردة عايز تعمل احتكار لإيه؟ والمين؟ وعلشان إيه اللي عائد منه عليك أنت نفسك؟ هل أنت في مأمن؟ هذه هي سفينة نوح اللي تكلمت عنها في البداية الشرف في هذا التوقيت مطلوب جدا بتوجه بكل التحية والفخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الرئيس الوزراء على المجهود اللي بيتم في هذه الفترة والمتابعة الدقيقة للحفاظ على حياة المواطن المصري إجراءات في توقيت مناسب جدا يجب من المواطن المصري أن يأخذ الأمر على محمل الجد وأن يتعامل مع الأزمة على قدر المسئولية وأن يعلم جيدا أن الدولة لن تتهاون في تنفيذ القرارات وتطبئها الدولة لن تتهاون في تنفيذ القرارات وتطبئها حفاظا على حياة المواطن وليست صحته الموضوع ما بقاش مرض مزمن الموضوع تهديد بالموت نلتزم دارنا الموظفين خدوا أجازة يعني عدد محدود جدا النهاردة اللي أنا بشوفه موجود الباقي المفروض ما كانوا في منزله توقف تام لعلى العملية الدراسية في مختلف مناحي التعليم توقف للأنشطة الرياضية عمل جزئي في المطاعم يعني النهاردة احنا بنشوف خدمة التوصيل فقط هي التي تعمل غلق للمقاهي محتاجين ايه يا جماعة وبوصيكم على بلدنا وبوصيكم على إخواتنا إن في ناس فعلا يعني تضررت وبتعاني من أزمات اقتصادية لازم نكون إيد واحدة في القوات المسلحة من ضمن الأدوار اللي بتقوم بيها وبقى ده مهم جدا إن أنت بتتكلم على تطهير مجتمع تطهير هوا هوا اللي احنا بنستنشقه الأماكن إن احنا بنتحسسها يوميا مترو الأنفاء أو القطار الخدمات الحيوية اللي هي بتعمل عمل جزئي قوات المسلحة عكفة ليل النهار على تنفيذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا بيشتغلوا علشان يحافظوا على صحة المواطن من باب أولى إحنا بقى نحافظ على صحتنا أو على حياتنا هنشوف التقديل ده ونرجع نكمل مع حضرتكم الشعب المصري يستشعر الخطر على الفور القوات المسلحة المصرية تساند جهود الدولة بالدعم اللازم فهي دائما لم ولن تتأخر أبدا القوات المسلحة المصرية الحصن والسنن بناء على توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركاني حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيمويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش وذلك ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية الشركة لإمداد كافة أجهزة القوات المسلحة والسوق المحلي وقطاعات المجتمع المدني بمختلف مواد التعقيم والتطهير حيث تابع رئيس أركاني حرب القوات المسلحة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة وتأكد من جاهزيتها وقدراتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحلل التطهير والتعقيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقاً للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة فضلاً عن متابعة أحدث الوسائل العلمية وآلية العمل لمواكبة أعمال الوقاية والتطهير التي تنتهجها المؤسسات العالمية في ذلك المجال للحد من انتشار الفيروس بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد والمحالين المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم والتي نصت عليها قواعد منظمة الصحة العالمية وتمتاز بخصائصها الآمنة إضافة إلى أنها ستغطي كافة الاحتياجات لضمان مجابهة الأزمة الحالية نحن الحمد لله رب العالمين نكرس الجهد ونضاعفه نزود انتاجنا ونضاعف الكمية المنتجة حالياً لاستخدامها لمعاونة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة قامت شركة النصر للكيمويات الوسيطة بزيادة انتاجها من الكيمويات التي تنتجها داخل الشركة لصالح أغراض التطهير والتعقيم وفي سياق متصل استفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع بها إلى السوق المحلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نحن الحقيقة كنا بندور على المنتجات اللي فيها كحول أو المنتجات المعاقمة كان في استغلال الفترة اللي فاتت كبيرة جداً كنا بنشتري المنتج أعلى من سعره في الفترة دي النهاردة لقينا في عربيات خاصة بالقوات المسلحة موجودة في المنطقة فانزلنا عشان نشتري المعاقمات لقينا في كميات متوفرة كتيرة جداً ولقينا الأسعار مناسبة جداً وما فيش الحقيقة زحمة لأن الخدمة متقدمة بشكل منظم جداً نشكر القوات المسلحة أنها دايماً وقفة مع الناس وقفة مع الشعب وبتقدم لهم أي حاجات ممكن نقصها في السوق وبتمنع استغلال التجار الشعب وكيش في كل العصور وفي كل الأوقات بيكونوا يدوا واحدة في المسلحات في الأزمات حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة والتي شهدت إقبالاً متزايداً من المواطنين وذلك من خلال منافذ بيع جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى جميع محافظات الجمهورية وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية حاجة أنا كنتش متوقعة بالأسعار دية مش متوقعة بالجودة دية الحاجات متوفرة وموجودة الكلور دوت في أماكن كتيرا مش عايزة أقول أسماء غالي جداً جداً هنا الأسعار حلوة قوي ومتواجد في كل حاجة غير من البداية أصلاً وانت داخل اللي بيقس لك حرارتك بيتعامل معاك بتعامل حاجة السندرد مش موجود حتى في بلاد أوروبا يعني يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة المختلفة ولضمان توفير صبت الوقاية وكافة المتطلبات الأساسية ورفع العب عن كاهل الشعب المصري برحب بحضتكم مرة أخرى في الزراعي مباشر يعني أنا بتوجه بكل تحية اللي هي جهاز الخدمة أو جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبقول لكم أدي ده دور من اللي بتقوم بالقوات المسلحة ناس اللي كانت بتسأل وكانت في بعض الأحيان مش مقدرة قيمة هذه الخدمات اللي هي بتعمل طوال العام علشان في وقت الأزمات يكون فيه سند علشان في وقت الأزمة يكون فيه تأمين ما تحصلش عندي كارثة النهاردة حتى لو إحنا بنتكلم على السلع الغذائية أو الاستراتيجية الحمد لله إحنا عندنا مخزون يكفينا تسع شهور لكن بإيدينا أن إحنا نحافظ على الاستقرار بإيدينا فعلا لأن إنت تعاملك بالطريقة فيها وعي وفيها نوع من الحفاظ على البلد وحب الغير النهاردة وأنا بأخذ من أي سلعة أكتر من احتياجاتي أنا بأخذ نصيب جاري أنا بأخذ نصيب مواطن آخر أنا بتعدى على حقوق الغير وده يتنافى مرة تانية أو تالتة ورابعة بأقولها مع الكتب السماوية مع أخلاقنا وعادتنا وتقاليدنا أنا شفت ناس بسيطة جدا بيعلنوا أن أنا عندي كمية من المطهرات للاستخدام المنزلي مجانا رجل بسيط جدا لكن حاب يأمل حاجة عشان يخدم بها بلده حاب ينشر وعي النظافة لأنه هو عارف النهاردة أن النظافة من أهم القواعد عشان يتغلب عليها أتغلب بها على مشكلة زي مشكلة الفيروس فقال لك يا جماعة أنا عندي مطهرات متبرع بيها اللي عاوز يجي ياه فأكتر من مكان تقارنس زي بتصرف آخر أن أنا بروح علشان أخذ احتاجات أكتر أو بأخذ مواد غزائية أكتر من احتاجاتي أنا وأسرتي بغرض التخزين ولقوا الأسوأ أن أنا أتاجر فيها أو أن أنا أشايلها عشان لو حصلت أزمة أنا هطلع بيها خلي بالك المسؤولين والدولة بتتتبع كل هذه الجرائم وفي عقوبة قانونية راضعة القانون هنا راضع إحنا يا جماعة بنقول في حالة غير عادية حالة استثنائية محتاجين الوعي والشرف فاصل سريع نستكمل بعضه في الزراعية مباشرة برحب بحضتكم مرة أخرى في الزراعية مباشرة لا شك أن فيه أزمة يعني بيتعرض لها العالم كله إحنا الحمد لله عندنا إيمان بربنا سبحانه وتعالى عندنا إيمان بالقيادة السياسية وقدرتها في التعامل مع هذه الأزمة في هذا التوقيت لازم إحنا نكون على قدر من المسؤولية في كل المناحي الالتزام بقرارات رئاسة المزراء في الحفاظ على الأمن الحاوي اللي مطلوب النهاردة أنه يكون متوفر على مستوى الدولة داخل المنازل وخارجها مطلوب مننا أن الضرب بيد من حديد على كل من يتلعب أقوات المصريين ومقدراتهم إحنا فيه ظرف استثنائي الظرف ده بيتطلب مننا أنه يكون قراراتنا أكثر حسما زي ما قلت فيه ناس كتير جدا كانت بتقول الدولة تأخرت ليه في فرض حالة حظر التجوال ده كنا كلنا بنسمعه وبنشوفه وكانوا بينجدوا وبيطلبوا بكده تم الآن تطبيق حظر التجوال المفروض أن احنا نلتزم به ومش كده وبس احنا نحاول حتى في الساعات اللي مسموح بيها أن التنقل يكون بقدر الحاجة يكون فيه نوع من الوعي بلاش أن احنا يكون فيه مخلطة لأن كل العلماء اللي أنا حاورتهم وتكلمت معهم فيه ملف فيروس كورونا قال لي المسافة الأمنة ما بينكم بين أي شخص من متر للمتر ونص التطهير الدائم لكل شيء ممكن أن احنا نتعامل معاه وزارة الزراعة من أول يوم قامت بتطهير كل المنشآت التابعة لوزارة الزراعة وكان فيه تنصيب كبير جدا بإشراف معالي الوزير الساد القصير ما بين مركز البحوث الزراعية بخاطر الدكتور محمد سليمان ومعهد بحوث صحة الحيوان رئيس المعهد الدكتور ممتاز شاهين توفير المطهيرات وتوفير الأدوات والإمكانيات علشان يتم العمل وده اللي بيحصل من أول يوم يوميا بيتم التطهير والمتابعة مش في القاهرة بس لا على مستوى الجمهورية معايا أستاذ حسين من الده أهلية تفضل أستاذ حسين سلام ورحمة الله بركاته الحمد لله فإن معاك سمعك يا فندم أنا الحمد لله كويس الفضل ما لها مخالفات الرز؟ جاء على له خلفات الأفروز من خلفة مية ويكون عن سيدهم يغاليدوا بتاوي غالدي أنا مش ورابود للسنة دي يعني أنت جايلك غرامة؟ حضرتك جايلك غرامة؟ جاي ليه غرامة آه الغرامة فيه الاجتماع الأخير اللي حصل فيه وزارة الموارد المائية والري إن هيتم تقسطها وبعدين هيتم تأجيل دفع الأقصاط يعني مش في الفترة دي مش السنة دي يعني؟ هيتم هتابع الملف ده وهعلن عنه بس هتتقسم على أقصاط بلاش نتكرر ذاني لو سمحت أرجوك بلاش نكررها تاني ونلتزم بالدورة الزراعية أما بالنسبة للأمح الأمح عندك فيه رؤاد بسبب السيول صح؟ آه فيه سرسيلة أوه أنت الصرف الزراعي بتاعك أخباره إيه؟ اللي عندنا الصرف كان رأي البحر والجنبية كان رابطين وجعت المائي في رجال اللي لقيت العرب بعد يامه وتقسنين صرفت دلوقتي؟ آه بدأت صرفت محاكة فاتح عفر من تحت جد وروحنا لكلامة مدير الجامعية والريجي وزارة الجامعية أوسياتك يعني ما طيب بشكرك إحنا كده معنا رقمك هنتابع مع وكيل وزارة الزراع يا جماعة وهنبلغوا بياناته عايزين حد من الحملة القومية للأمح يروح يعمل معاينة للرجل ده يشوف حالة الغلة يتصرف فيها إزاي؟ ولو فيه أضرار أو خسائر بيتم عمل تقرير علشان فيه لجنة مشكلة من قبل معايل وزير السيد القصير لمتابعة الخسائر والأضرار الناجمة عن السيول علشان نشوف حالة الموضوع ولو فيه تعوضات هيتم الإعلان عنها الموضوع الآن بيتم درسته بيتم التطقيق في كل المساحات على مستوى الجمهورية الناس شغالة الناس بتعمل إيه؟ المسؤولية كبيرة جداً في هذا التوقيت أنت بتتكلم على إنتاج وزراعة وقطاع لا يمكن أن يتعقف ما تقدرش توقفه أنت شايف الحدود على مستوى العالم وغلقها ومنافذ ومعابر فالمفروض أنت بتوفر وبيبقى عندك أمن قومي غزائي ده بيتم من خلال قطاع الزراعي من خلال الناس اللي بتكلمني دي اللي بتشتغل للنهار ما قدروش يبطلوا شغل الرجالة اللي بجاءت دول اللي شغالين فبرضو هو بيقولي المخالفات بتاعة الأرز كتير جداً اتكلمت أن احنا ما نعرضش روحنا لأي مشكلة تسبب لنا عب لكن حدث ما حدث هو نفسه بيقولي دل حصل دل حصل ما يتكررش في آخر اجتماع تم ما بين وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية والراي أنها هيتم يعني سداد الغرامات على أقصاد فأنا أتمنى كمان أن احنا يعني ننظر في هذا القرار مرة تانية علشان ظروف العامة حوالينا لكن أنا مش مع الزراعة المخالفة برفضها تماماً ويا ما تكلمت في كده بلاش نزرع مخالف شايفين اللي بيحصل يا جماعة بالنسبة للسلعة الغذائية الزراعة أعلنت استمرار عمل منافس السلعة الغذائية أمام الجمهور حتى الخامسة مساءً وده علشان نطمن الناس ووصلة وزارة الزراعة ممثلة في الزراعات المحمية وضعفة كميات المعروض من السلعة الغذائية والبقليات والخضروات واللحوم والدواجن بمنافسها السابتة والمتحركة بتخفضات بتصل ما بين 20% لـ 25% لرفع العبء عن المواطن والتنصيق المستمر بين مدريات الطب البيطري والجهات الرقابية على منافس بيع اللحوم والسلعة الغذائية المهندس أحمد فتحي مدير عام التسويق بقطاع الزراعات المحمية قال أن منافس الزراعة أو منافس الزراعات المحمية بتعمل من الساعة السامنة حتى الخامسة مساءً يومياً وأضاف أن تقرر زيادة كميات السلعة الغذائية واللحوم البلدية المجمدة التي تطرح البلدية والمجمدة التي تطرح بالمنافس وأشار إلى أنه بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة تم زيادة المعروض من كافة أنواع اللحوم اللي هي البلدي والسوداني والمجمد والدواجن بأنواح زي البط والفراخ والكبد والحمام والسمان أيضاً الأسماك والسلعة الغذائية الأخرى بتلاتين منفذ سابت بمختلف المحافظات وأن فيه تخفضات على السلع بمنافس الزراعات المحمية من 20% إلى 25% زي ما قلت فأنا بشكرهم على المجهود ده وبالتوفيق أستاذ عبدالقادر من كافر الشيخ تفضل يا أستاذ عبدالقادر طيب حاول تتصل مرة تانية في موافقة في الفترة دي على تأجيل أقصات المزارعين ست شهور بسبب مرض كورونا طيب ناخد حج عبدالقادر يا حج عبدالقادر السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ سامي الحمد لله أنا بتتصل على حضرتك بأني أكثر من شهرين ونستتكلم حضرتك يا بيه وإنت النهاردة الصراحة عاجبني المساعدة بتاع حضرتك يعني موضوعي ذات الصراحة يعني بتاع صبايا ربنا ينجينا إن شاء الله حج عبدالقادر وسمحني بيبقى وقت الهوى أو وقت البرنامج فيه تلفونات كتير حاضر يعني ايه الطلب بقى اللي انت متصل من خلاله هو ده الهدف بس حاضر يا حج عبدالقادر يعني بشكورك نعم على ايه كلمتيني على ايه وعلى اللي عشان بتاع البنك اللي هو البنك الزراعي فروح تقول لي ده انت من تشتبعنا وشوف انت تتبع بنك ايه انت عايز ايه من البنك عايز ايه يا حج عبدالقادر من البنك بحاجة من السلام يا سامس ست بغاية انت قلتلي ولا حاجة انا افتكرتك يا حج عبدالقادر انت بتقول لي بقى لك شهرين بتحاول تكلمني لا انت كلمتني قريب انت قلتلي ان انت عايز تاخد ماشية من بنك وانا قلتل حضرتك هتروح تسأل هيتطلبوا منك دمانات اللي انا ما كلمتكش لسه خلاص تابعنا لسه اول مرة طب انت انت عندك حظيرة مواشي انا عندي في البنك طيب انت روح سألت فقاني بنك طيب بشكرك يا حج عبدالقادر تابعوه يا جماعة تصلوا به وجهوه ان هو يعمل طلب رئيس قطاع تنمية السرارة الحيوانية نروح البنك الزراعي بص يا حج عبدالقادر في اكتر من مشروع اقل من عشر حتت مش هيتطلب منك حيازة مش هيتطلب منك فانت بتروح تتوجه لقطاع تنمية السرارة الحيوانية بوزارة الزراعة او لمدير الانتاج الحيواني اللي عندك في المحافظة وقال له عاوز اقدم طلب لشراء عجلات عشار اللي هي المستوردة اللي اعلنت عنها وزارة الزراعة موجودة في المحاجر تقدم الطلب وحتشوف ايه المطلوب منك وفيه فترة تقصيد بتصل لسنة على وفوائدها 5% فانت لازم تتحرك وقدم الطلب وإحنا هنتابع معك استاذ ناصف من كفر الشيخ تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرتك انا من حمول كفر الشيخ جمعية الجدية الزراعية تمام عندنا مصرف حش اربعة وخمسة مليان مية دائما لإلا معموله تغطية من الوحدة المحلية والتغطية معمولة غلط ايوه وغنوبنا فيها ساعة الباشا واراضينا الوقت يعني انا عاوز اقلع بانجر والمصرف مليان مية مزاق وعلى فكرة ساعة الباشا خلف الجمعية الزراعية على طول ولا هيعملوا حاجة ولا هيتحرك ولو روحت تشتكيله اقولك انا ما هعمل في ايه ما هو احنا روحنا وقبل كده جبنا الوحدة المحلية ساعة الباشا ورئيس الجمعية انا بقول لحضرتك الجمعية بانو من بعض حاجة بسيطة يعني مفيش عشرين متر ايوه فانا عاوز حضرتك يعني اروح بين ولا نعمل اوامر اوامر اه دلوقتي هو ده مصرف خصوصي ولا عمومي لا يا ساعة الباشا بتاع الارض نفسية بتاع الارض يعني ده تبع الجمعية يعني ده من احنا مستلمين الارض دي احنا مستلمين الارض دي من ثلاثة من اتنين وسبعية طيب سيبني بقى انا انت سيبت رقم تليفونك صح ايوه يا باشا هكلم وكيل وزارة الزراعة وهكلم مديري التعاون عندك علشان انا عايز لجنة تشوف المصرف المصرف ده بل مش حل يا جماعة انت بتكلم في ازمة ايه انا بتكلم في ازمة الصرف ده انت بتكلم في حاجة تهمنا كلنا كمصريين هم مش قادرين يتهاروا مصرف يعني صعب او بالنسبة لهم التغطية نفسية غلط يا باشا انا هتابع ان شاء الله مع الصرف الزراعي عشان يعمله معاينة ونشوف ايه هو محتاج ايه والمفروض مني اللي هيقوم بعملة التطهير او انه هو احلال وتجديد او تعديل في تنفيذ الانشاءات بتاعته المهم ما يسيبوناش كده المهم ان الناس دي حد يتحرك معاه ما بقاش فيه وقت ان احنا نستنى على مشاكل بقالها سنين هو الراجل ده بيتكلم في الامن القوم الغذائي ليه وليكم لمصر البنك الزراعي او البنك المركزي بيوافق على تأجيل اقصات المزارعين ست شهور بسبب كورونا اكد السيد القسير وزير الزراع على استصلاح الاراضي موافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على تأجيل سداد الاقصات المستحقة على المزارعين والمربيين لمدة ستة اشهر والاستفادة من المبادرة التي طرحها البنك لتخفيف الاعباء عن المواطنين واضف وزير الزراع ان ذلك يأتي في اطار التنصيق بين وزارة الزراع والبنك الزراعي المصري لدعم المزارعين والمربيين نظرا للظروف التي تشهدها البلاد حاليا بسبب ظهور فيروس كورونا وتأتي كل هذه الاجراءات في اطار جهود الدولة لتدعيم الفئات التي تأثرت بالظروف الحالية وكان السيد القسير وزير الزراع على استصلاح الاراضي بحث مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بدوان عام وزارة الزراع حل المشكلات المتراقمة للمراسي السياحية وسرعة انهاء اجراءات ترخصها كما ناقش الوزيران اعفاء المستثمرين في هذا المجال من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة عليهم من اجل مساعدتهم على سرعة استعادة انشطتهم استاذ حسين من المن يا برحب بحضرتك ازاك يا دكتور ازاك حضرتك الحمد لله فن بقول لحضرتك بالنسبة للمشيات بالنسبة للاغنام والماعز والحمام حضرتك اي منهم يحمل الفيروس لغد دلوقتي اولا انا مش متخصص ومش دكتور بس من اخلال الحوارات اللي انا اجرتها مع العلماء قال انه هو انخوف عليهم مش منهم فانا عايز اقول لحضرتك انت حاجتك موجودة في الحزيرة بتاعتك ما تخرجهاش برنا بلاش ان انت تخالطهم خالطة مباشرة ده المفروض انه هو بيحصل على طول مش النهاردة بس انت المكان بتاعهم يكون فيه تهوية جيدة مصدر لدخول الشمس اكلهم وشربهم بتدخله من غير ما تكون ملاصق ليهم العلماء والحوارات اللي انا اجرتها قالت ان الخطر عليهم مش منهم انه احنا لهم فانت خلي عندك نوع من الحضر واحنا هنتابع برضو وحنتكلم يوميا مع المتخصصين عشان نوصل افضل المعلومات اللي نقولها لحضرتكم بداية الحلقة اتكلمت على الجائحة التي تهدد البشرية وصلنا لنقطة مهمة جدا ما يجب على المواطن المصري اتباعه وهو الحفاظ على الامن الحاوي ده مش هيتم الا من خلال الزمدارك مش هيتم الا لو اتبعنا اتبعنا التعليمات والتوصيات اللي قلتها من نظامة الصحة العالمية في النظافة العامة والحفاظ ايضا اي امراض في هذا التوقيت تعتبر ضعيفة جدا وبسيطة جدا امام ازمة الفيروس كورونا اسأل الله العلي العظيم ان يحفظ مصر وشعبها بشك الهدرات بشك الهدرات